طبعا أكيد الدولة غير قادرة لتنفيذ هذا العمل لحالها ولكن المشروع لازم يبقى اتحادي بيد الحكومة المركزية كماسكة لهذا القطاع المهم وخصوصا إذا صار مع دول الجوار ولكن هذا ما يعني أن القطاع الخاص يكون بعيد مثل ما تفضل سيد صفوة لازم الحكومة تفكر بإدخال القطاع الخاص لهذا القطاع الحيوي من خلال التسويق من خلال التشغيل من خلال المشاركة وإلى آخره من ما يتيح أن تبقى العصمة بيد الحكومة لأن هذه تدري مواضيع الأسعار والدول المجاورة والترانزية والنقل إلى أن توصل مرحلة تنضج بها الأمور وتكون واضحة بعدها يحرر إلى شركة مسايمة وتذهب إلى السوق المالي وتحول إلى شركة يتداول بها الناس وتداول بها الدولة بعدما تقدر تحكم السيطرة عليها من خلال تطويرها بما يخص أن القطاع الخاص يبقى متفرج والدولة تبقى الدير والدولة غير قادرة على الإدارة لازم تدخل القطاع الخاص والدولة قادرة على التمويل لأن الدولة هي التي تمتلك المليارات ولكن بالحفاظ بحقوق المستثمر مساحة للمستثمر أو مساحة للمشغل أو مساحة للمشارك إلى أن توصل إلى مرحلة النضوج وبعدها يحرر إلى السوق وتذهب إلى التضاربات والأسعار التجارية وإلى آخره من متطلبات الاقتصاد ولكن بالوقت الحاضر لازم تبقى الدولة هي ماسكة إلى حد ما ولكن مع احترامي الشديد بهذا الواقع المرير الموجود الذي من الممكن أن يكون قبل 100 سنة أفضل من الآن لا يوجد دولة يتأخر بها قطاع قبل 100 سنة من النقل السككي يمكن أن يكون أفضل من الآن هل نريد أن نبال قبل 40 أو 50 سنة مثل ما تفضلت التلباءات الثلاثة كانت موجودة بالعهد الملكي وكان النقل محتمد على نقل الحبوب وتصديرها ونقل المنتجات النفطية ونقل الأشخاص والأفراد والجيش وإلى آخره كان من خلال السككي كان الحراق لا يمتلك والطرق المؤهلة